كبالونات اختبار تعاود كل من إسرائيل وحماس الحديث عن اتفاق لوقف القتال في قطاع غزة لكن هذه المرة وفق معطيات ميدانية جديدة لعل أبرزها أعلان إسرائيل السيطرة على محور فلادلفيا وهو التغيير الميداني الذي يقول محللون إنه شكل ضغطاً على حماس وهو ما دفعها لإعادة طرح التوصل لاتفاق على قاعدة صفقة شاملة وقف تام للحرب مقابل تحرير كل الرهائن لكن في نفس اللحظة التي يعيد فيها رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية التأكيد على تمسك حركته بمطالبها ويتهم حكومة نتنياهو باستخدام المفاوضات كورقة تسويف لاستمرار الحرب استمرار للحرب لا تنفيه حكومة نتنياهو بل ويؤكد عليه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الذي ذكر أن الحكومة لن تتخذ قراراً بوقف الحرب حتى مقابل عودة جميع الرهائن لكن هذه المواقف تبدو مرشحة للتغيير في أي وقت بناء على أي تغير قد يحدث في خريطة المشهد السياسي فحماس تعول على تصدع حكومة الحرب الإسرائيلية والتملم للداخل الإسرائيلي من فشل الجيش في تنفيذ أي من أهداف الحرب المعلنة أو إعادة أي رهينة إسرائيلي وإسرائيل بسيطرتها على محور فلادلفيا تعول بالضغط على حرمان حماس مما تصفه بالقناة الرئيسية لتهريب السلاح والمعدات ومواد بناء القدرات العسكرية للحركة لكن الرؤية الإسرائيلية القائمة الآن على السيطرة على فلادلفيا تصطدم بالموقف المصري فمصر أحد وسطاء المحادثات تنفي الرواية الإسرائيلية عن عمليات التهريب عبر تلك المنطقة وتحذرها من مغبة التصعيد أكثر كما ترفض القاهرة بالفعل مقترحات إسرائيلية متعددة تنواعد بين السماح بتحليق طائرات مسيارة إسرائيلية فوق المحور أو إجراء دوريات مشتركة مع الإسرائيليين أو إغلاق معبر رفح بشكل تام وتحويل معبر كرم أبو سالم للممر الوحيد للدخول والخروج من قطع غزة وفي كل حال فإن مواقف حماس وحكومة نيتنياهو مرشحة أكثر للتغيير على قاعدة من يصرخ أولا في لعبة عض الأصابع في ظل معاناة هائلة للمدنيين